اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح فقد تواصل معكم مستمعين لاستقبال أرائكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فكل التحية لكم مع بداية هذا الأسبوع الذي نتمنى أن يكون إن شاء الله حافل بالإنجازات ومليء بالإيجابية والتفاؤل كل التحية لميرا لغفلي الزين معانا وجودة ما شفتها اليوم موجودة ميرا ما شاء الله دكتورة أنتي ما شاء الله تغطين المكان كله ميرا لغفلي صبحت الله بالخير شكرا لك بنوح معانا بعد كذلك أي من سرحي في الإخراج ودكتورة ند الملدة صبحت الله بالخير دكتورة ميرا منزلة رأسها عشان أنتي ما تشوفها لا والله بس لأن أنتي ما شاء الله يعني نورة يغطي المكان شكرا صباح البرد صباح الجمال وصباح الأحد اللي يحبك كل أحد أول يوم في الأسبوع وإن شاء الله يكون أسبوع جميل وفي إنجازات وأهم شيء ينتدي الأحد بروح عالية وطاقة إيجابية ما نتمنى تملل ونقول أحد أول يوم يوم طويل يوم تجيل لأها الكلامات وأنا ما نسمعها بنعطيكم أرقام التواصل عشان تتواصلون معنا على 600551414 والرسالة النصية على 4006 وهم موجودين لايف على نور دبي فقط على الإنستجرام اليوم إن شاء الله إذن ملابس المستقبل مكيف للتبريد مكيفة للتبريد ويعني فيها تدفئة للجسم يقول يمكن أن تزود الملابس عمق قريب بكبسولات مدمجة تتحكم بدرجة الحرارة الداخلية من خلال تبريد الجسم أثناء الحر وتدفئته في التقص البارد وصمم العلماء كبسولات صغيرة قادرة على امتصاص وإطلاق الحرارة يمكن تثبيتها بشكل دائم على ألياف النسيج وتأتي الكبسولات النانوية أصغر من عرض شعر الإنسان بمقدار ألف مرة مصنوعة من كبسولات النشأ ومليئة بكميات دقيقة من مادة شمعية أنت تسمعين الخبراء؟ هي معاك يقول لك وتم تصميم الشمع ليذوب فوق درجة حرارة الجسم البشري ما يؤدي إلى امتصاص الحرارة كما يتجمد عندما يبرد الجسم ويعتقد العلماء أن هذه التقنية يمكن أن تؤدي لابتكار تصاميم جديدة من الملابس الرياضية التي قد تساعد الرياضيين أثناء ممارستهم تمارينهم وقالت الدكتورة كارلا سيلفا العالمة التي تقود البحث في مركز تكنولوجيا النانو والمواد الذكية وهذا المركز ما قرر شمال بورتو في البرتغال إنها تأمل في أن تكون التكنولوجيا متاحة تجاريا خلال السنوات الثلاث المقبلة وأضافت موضحة يمكن استخدام تكنولوجيا هذه التكنولوجيا في الملابس الخارجية والرياضية وكذلك الملابس اليومية ويمكن أن تحسن مزاج الأشخاص الأقل قدرة على السيطرة على درجات حرارة الجسم مثل الأطفال الصغر وكبار السن وتعمل التقنية الحديثة عن طريق محاكاة ما يحدث للعرق على جسم الإنسان حيث يمتص السائل على الجلد كميات كبيرة من الحرارة ثم يتبخر آخر الزمان علقوا تمي هذا لا لا أنت تخيل كندورة في الصيف وبارد شركات الكهرار بتسكر محمود إذا الطباق خلاص إحنا نحن مكيفة تحرك بارد حار بس والله تقنية مثيرة للاهتمام يعني كيف يخترعون هذه الأشياء اللي تخلي تبرد الجسم وتدفيه بس أنا أتوقع محمود يعني هذه بتفيد أكثر الناس الرياضيين لأن الناس الرياضيين يسوي عنهم هايبرثيرميا أو ارتفاف درجة حرارة الجسم عندهم ممارسة رياضة طبعا الناس اللي يتمرنون طريقة غير صحيحة لأن الرياضي اللي عنده تدريبه منتظم أو مرتب يمنع هالشي عن طريق الإحماء الصحيح وغيره فوالله تقنية مفيدة ومثيرة الاهتمام من الناس اللي رح تحتاجها أكثر ياضيين الصغار في السن الكبار في السن اللي في البرد ينزعجون واي من البرودة فممكن والله يساعدهم والله دكتورة بيساعدنا نحن شهر ستة وسبعة وثمانية كندورة محمود مع جونا معك بيذوب الشمعة كله وعشرة بعد شوية فأعتقد لا تقنية جميلة جدا لازم طرش له يعني ها قياسات كندورتي طرش له من الحين عشان سبحان الله ممكن تكونت أول كندورة مصنعة بتقنية النانو كسلام كشخة صح ويحطوه على كنيتاق بعد يقول الله يستر لا يبخرون يعقب بالسؤال بتنحسب في الفاتورة الكهربائية هذا ماعد ما لدري الحين لكن إن شاء الله بتخفف استهلاك الكهرباء يقول عبد الرحمن الحصا يصبح عليكم دكتورة ندا ما اتصلتي بي ما اتصلت فيك أنا وعدتك سامحوني والله لو وعدهم يتصلون أنا بس يعني أي حد لا حرام اللي يتصل في البرنامج أو على السوشال ميديا يتواصلون معاي وأن شغلوا ما أرجع أتصل تواصلوا معاي على المكتب في مركز البرشة وحتى لو ماكت موجودة تركوا لي رسالة وبرجع بأتصل فيكم معاني ما شاء الله واحد ناس يطلبونوا الاتصال فأنا ما اهمل شيء بس يعني ردوا أكلوا تشبيحنوا علي عبد الرحمن اللي تبغي أخوي مو بلازم عند دكتورة ندا نحن هيئة الصحة كل الديكاتر موجودين كلهم يمخي وبركة ندا ما تسوي واسطات تسويين؟ أنا؟ أنا ما تسوي واسطة أنا أحب أساعد يا سلام الله يساعدنا بس دكتورة بالنسبة للخبر اللي قرينا موضوع الملابس أصلا كان في مجموعة اختراعات سابقة كذلك حتى كان في جاكيت تذكر كان مايكل جاكسون يلبسه أول شخص هذا ما عارفنا هي كان في مكيف داخلي كان مايكل جاكسون صناعة خصيصا حقه فكان يعني هو ما كان في تقنية النانو طبعا هو كان في مراوح في طريقة معين للتبريد كانت فشو كنت بتقول محمود على الملابس؟ هنا أحد يقول لي محمود دم تجير وكيف يكلم الدكتورتي أنت دافعت له بعد ولا شيء؟ طرش رقم حساباتكم نزيل أحمد يقول محمود ويوسف عزيز وغالي واللي ما يعرفه ما يثمنا ودم مع أسل لا يا جماعة الخير كل حد له راي عموما دكتورة نذكر بأرقام التواصل معنا على 600551414 ورسالي نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي محمد قلنا عن الطواف الوردي ما قلت لنا عنه أمس؟ هي لم يكتم الجمعة؟ يعني ليش الإحراج؟ لا أنا شفت في الإسلام ما شاء الله كنتوا نشيطين من الصبح هناك الطواف الوردي طبعاً السنة هذه كان فيه مشاركة رهيبة ما شاء الله يعني أكثر مشاركة كانت من خلال السنوات السابقة طبعاً التنظيم كان من قبل هيئة الصحة بدبي ومشاركة ضمن تحدي دبي لللياقة أيضاً كان هناك يعني كذلك مشاركة لهاية الصحة في الكايت بيتش صحيح الموقع الثاني كانت تحدي دبي لللياقة موقع جميل جداً كانت الفعاليات ما شاء الله تبارك الرحمن تحسين مجتمع دبي معظمة موجود هناك في الكايت بيتش صحيح حتى وأنا راجع بالسيكل دكتورة كذا شخص يوقفني يقولي وين الكايت بيتش؟ ما شاء الله عشان تحدي دبي لللياقة ما شاء الله شفت الأعداد يعني حتى كان أول يوم كان في حديقة الصفا كان فيه وايد ناس بس أمس كانت الأعداد ما شاء الله بعد رئيبة صحيح صحيح عموماً نحن نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن مؤتمر دبي للتغذية أبرز التوصيات والأمور اللي انطرحت في هذا المنتدى أسبوع والله نهاية هذا الأسبوع كان شغل ما وقف وعندنا بعد كذلك ضمن الحلقة ما نتحدث عن تخثر الدم الأمراض اللي لا يعرفها أحد وإمكانيات هيئة الصحة بدبي للتصدي لها ما نخبركم عن كل هذه المواضيع ولكن أرقام التواصل معنا 6-0-0-5-5-1-4-1-4 ورسائل 4-0-0-6 ولايف على نور دبي فاصل وراجعين صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أكد معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهئة الصحة بدبي أن أغلب الأمراض المزمنة التي تمثل عبء للأفراد والمجتمعات هي في الأساس شديدة الصلة والارتباط بالتغذية غير السليمة في مقدمة هالأمراض أمراض القلب والعوية الدموية وطبع السرطانات ومرض السكر ومضاعفاته وغيرهم جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية لأعمال مؤتمر دبي الثالث للتغذية الذي شهدته دبي مؤخرا بحضور حشد كبير من أطباء وخبراء التغذية والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها حول موضوع التغذية العلاجية مؤتمر دبي للتغذية الأمراض وإمكانيات هيئة الصحة لنشر الأمناط الأنماط الغذائية السليمة في المجتمع معنا في الستوديو الأستاذة وفاعيش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي صباحك شواردي دكتورة وفاء نورتينة صباحك فلو ياسمين وأنا اللي يعني دايما دايما أسعدني أن أكون معاكم صراحة ياسم أنتوا كبوا اللذيذ شكرا شكرا لك دكتورة يعني معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة لهاية الصحة في دبي خلال افتتاح مؤتمر دبي للتغذية الثالث يعني أشار إلى ربط نوعية الغذاء أنزين ومع الأمراض نعم في كلمتها الافتتاحية صحيح هني أبغي أتكلم عن هذا الموضوع في البداية خلينا نوضح شو العلاقة ما بين التغذية والأمراض هلأ التغذية السليمة تؤدي إلى أنك إنت تاخذ المعادن والعناصر الغذائية الأساسية للوقاية من الأمراض صحيح التغذية الغير سليمة للأسف الشديد هي اللي تؤدي إلى أنه الإنسان يصير عنده أمراض فالغذاء اللي يدخل جسم الإنسان إما يكون علاجي وإما يكون سبب للمرض بمعنى أنه إذا أنا أخذت الغذاء تبعي بتوازن وباعتدال وبطبخ بصورة صحيحة قديت إلى أنه الأكل اللي أنا عم بأكله عم بيعمل مفعوله بصورة صحيحة صحيح منعت السمنة منعت السكري منعت السكري نوع الثاني طبعا اللي هو بيجي من السمنة منعت أمراض القلب من سداد الشرين هشاشة العظام نقص فيتاميندال نقص المعادن اللي موجودة فمجرد أني أنا أتأكد أني أنا في عندي توازن غذائي أنا منعت العديد والعديد من الأمراض وأنت عارف من أمتى من الحمل يعني من بداء من قبل ما الولدين القفل يجع على الحياة المفوض يكون في تغذية وهذا اللي غطى المؤتمر منذ الحمل وحتى كبار السن هذا اللي يقولون المعدة بيت الداء نعم والحمية رأس الدواء صحيح صحيح والحمية لا نقصد أنك أنت تتحمى أن تمنع نفسك عن الأكل لا أنك أنت بالعكس تأكل الأكل ولكن تأكله بذكاء وإحنا دائما نستخدم كلمة إنتلجنس الذكاء في عملية الأكل صحيح هو حين الذكاء صار هو الترين الذكاء اصطناعي ذكاء في الأكل صحيح أن يكون إنسان ذكي في أكثر من ناحية عشان يوصل لأفضل نتيجة وأفضل صحة صحيح دكتور وفاق مؤتمر التغذية شو النقاط الأساسية ركز عليها وشو أهم النتاج اللي طلعتوا منها التوصيات سأحكيها لكن بالمؤتمر ركزنا على التغذية الأموبية والتغذية الوردية والتي جاءت من ضمن ورشة عمل عملتها الجمعية الأمريكية للتغذية الأموبية والوردية اللي بتكون معنا في هيئة صحة دبي لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي يعني قبل هيك ما إجوا هم طبعا هذه الجمعية صالها أكثر من 53 سنة إجوا وعملوا ورشة عمل وهم اعتمدوا المؤتمر كمان الحمد لله يعني كانت ورشة عمل كان المفروض 50 كان فيها 90 شخص لأنه فعلا كانت الورشة بتغطي الاحتياجات وركزوا كيف المرضى اللي في المستشفيات يجب أن نركز بداية على التغذية لأنها أساس تخفيض التكلفة وهذا كانت ثلاثة محاضرات أساسية إجت على مستوى عالمي سواء بروفيسر سكوت أو بروفيسر كارلا برادا من كندا أو دكتور طارق تكلموا الثلاثة على أهمية التكلفة والتغذية كيف أنه التغذية السليمة تؤدي إلى خفض التكلفة وأنه طبع المريض يطلع بسرعة من المستشفى نتيجة أنه أنا أعطي المغذيات فبيقدر يقوم المرض ويعالج المرض ويطلع على البيت وبالتالي الحكومة تكون تكلفتها أقل والسرعة في العلاج صحيح أكيد والتوصيات اللي طلعتوا منها غير عن أهمية التغذية في التغذية السريرية أين العديد من التوصيات أنا حسب الوقت معكم بسأنا هحكي الأكثرية كتير ركزوا على طبعا لله الحمد إحنا في مستشفياتنا لأنه إحنا معتمدين عالميا من الجونت كوميشن فإحنا عنا إياها لكن حسب دول العربية الموجودة كانت الأيرلي سكرينيج يعني الكشف المبكر على سوق التغذية عند المرضى اللي بدخلوا المستشفيات وفي العموم يجب أن يكون ممارسة موجودة حتى نقدر نمنع سوق التغذية هاي كانت أول واحدة أيضا لجب أن يكون في توقيت معين لعملية الكشف المبكر وعملية التقييم التغذوي للمرضى وتكون مفصلة وتكون بين ملتي تسبلير تيم يعني بين فريق عمل إنه مش الطبيب يشتغل لحال والممرض لحال لازم يكون كل وهي برضو الحمد لله هيئة الصحة في دبي موجودة عندها هاي من ضمن الممارسات ودكتور نادا حضرتك عافحة أنا ما بتكلم كلام إذاعي بتكلم فعلا واقع اتكلمنا على التغذية لا هذا شو يعني كلام إذاعي لا لا يعني أنا مش عم بعمل دعاية لهيئة الصحة إنما أتكلم عن حقيقة واقع موجود في هيئة الصحة وليس دعاية لنا لأنه فعلا هي ممارسات موجودة اتكلمنا عن التغذية التغذية اللي هي اللي بتنعطى للمرضى داخل المستشفيات بعد أربع تيام مكملات الغذائية بعد ما يدخلوا المستشفى بأربع تيام وأركزوا تركيز تام على إنه مرضى السرطان والمرضى اللي عندهم تغذية بالعناية المركزة إنه يجب إنهم ياخدوا هاي المغذيات حتى يمنع عندهم سوء التغذية اتكلموا كمان من التوصيات إنه إحنا عشان نحافظ على إنه ما يكون في عنا صرف صحي بتعرفي هلأ تكلف الصحية والتعليم أعلى شيء في الدول بقولك من ضمن التوصيات دائما نعمل برامج وقائية حتى نمنع إنه يكون في هذا الصرف ونعمل سيفينج يعني نعمل توفير بإنه نحمي الناس من الأمراض فأنت أنت وحطوها بالتكلفة تخيل إنه الشخص الواحد بيكلف ألف جنيس ترليني هذه طبعا دراسات بالعالم اللي من ضمن الأشياء الحكاة بروفيسور هوليك مثلا تكلم أنه العالم العربي وخصوصا في الإمارات الناس عندها نقص فيتامين دال نسبة عالية جدا 80% تقريبا وقال لأنه الناس بتطلع تتريض أو تاخد فيتامين دال في الأوقات الخاطئة الوقت الصحيح لدولة الإمارات والدول المجاورة عشان ياخدوا الفيتامين دال من الشمس من العشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر لا قبل ولا بعض يعني اللي بيطلع بعد سنة الفجر ما بيستفيد يقولون مفروض الواحد ما يتعرض للشمس دكتورة ووقت القائلة يعني الساعة 12 بس المدة قصيرة بلعب الساعة 12 بس بتعود خمس دقائق لأنه هي الفترة اللي لازم بتعودها حسب لون الجل وهذا اللي ركز عليه الدكتور بروفيسور هوليك بيسموه الأب الروحي لفيتامين دال ركز على أنه كلما كان الجلد غامئ كلما أعدت أكتر يعني الجلد غامئ بعد 30 دقيقة بينما الجلد هم فاتح وحنطيب يعدوا من 10 دقائق إلى 15 دقيقة إذا تطلع الساعة 12 وقت القائلة بس خمس دقائق تاخد كل الفيتامين بذكيان دكتورة نادة دقيقة تقعد الله يحفظها يا رب نعم دكتورة يعني في مؤتمر التغذية الثالث في أشياء حاولتم تثبتونها أنتو كذلك من خلال الجلسات وأيضا من خلال استضافة العديد من الشركات اللي كانت ضمن المعرض وضمن السوق سوق التغذية سويتو كذلك نعم ومختبر التغذية مختبر التغذية كمام خلونا نعرف شو هذه الأشياء مختبر التغذية بداية هذا كان أول مرة في مؤتمرنا زي بالضبط منظمة التغذية العالمية مؤتمر التغذية أو المختبر التغذية كان عبارة أنه أنه نعطينا الشركات لأنه إحنا هيئة الصحة بدبي من ضمن استراتيجية من ضمن المجلس تعزيز الصحة وكان من ضمن الأهداف تخفيف الملح وتخفيف السكر في الأكل فكانت الشركات اللي موجودة أول يوم شركة عرضت كيف هما كل الأشياء اللي عم بنتجوها الآن تطابق الاستراتيجية اللي تمت في تخفيض الملح والسكر كان هذا في مختبر التغذية ثاني شغلي شركة التغذية كانت هي من ضمن الموجودة معنا في المستشفيات بيتورجي أنه كيف المرضى اللي في المستشفى ممكن يأكلوا أكل صحي ويلاذيذ بنفس الوقت فكانت عملية تجربة للأكل لكل الموجودين في المؤتمر هذا هو المختبر التغذية سوق التغذية السوق كان عبارة عن إيش فيه جديد يعني كان فيه مطعم صحي إنك كنت ممكن تروح على المطعم إحنا بنقول عنه مطعم صحي الناس بتقولك شو هالأكل ما حيكون طيب ورجناهم إنه ممكن في المطعم الصحي تأكل أكل صحي ولذيذ بنفس الوقت كان فيه برضه في السوق كيف إنه أخصائي التغذية ممكن يستخدموا الأدوات لشرح للمرضى بآخر ما توصل إليه كمجسمات حقيقية يعني عم تمسكي بتفكر إنه هذا عيش عن جد دكتورة نادة بتمسكيه كأنها يعني ناس كتير فكرت هذا الأكل وهي عبارة عن مجسمات يعني حاولنا نقرب بالسوق الإشياء اللي ممكن يستخدم مع أخصائي التغذية والطبيب اللي ما عنده أخصائي التغذية والممرد للشرح للمرضى أو كيف ممكن ينصحوهم بيروح على ماكن جيدة جميل دكتور أنا يعني من لقاءاتي مع عدد من الضيوف اللي من داخل الدولة وخرج الدولة كذلك الكل كانت انطباعات عن هذا المؤتمر انطباعات جيدة جدا الحمد لله ما أقولها يعني من ناحية شهادة مجروحة ولكن هذا اللي صار بالضبط حتى كان فيه دكتور من جامعة نيويورك بعد كان يتحدث يقول لي هذا من أفضل المؤتمرات اللي أنا حضرتها كان يتحدث بهذا الشكل والله يريتني وثقتن هذه أنا وثقتها على فكرة أنا وثقتها على فكرة ممتاز ممتاز اللقافة المؤتمر يتابع الدكتورة فعلة انستجرام ما شاء الله موثقب كان طريقة جميلة فعاليات المؤتمر أنتو هذا المؤتمر أحداث دكتورة رح يتم نقلها لأن تعودنا أنكم أنتم تنقلون هذه الجلسات على الوебسايت نعم زي كل سنة ببشرهم أنه هيكون كل المشاركين في المؤتمر ووصل عددهم ألف وأربعة وعشرين شخص ممتاز نعم من ضمن المؤتمر والدورات والورش العمل ممتاز و 76 محاضر و 5 ورش عمل طبعا كل سنة أستاذ محمود بنحط المحاضرات لمدة سنة كاملة على الوебسايت بعد من أخذ طبعا نستأذن المحاضرين ويعطونا أنهم موافقين للحاضرات لمدة سنة بالنسبة لفيتامين دال والتعرض للشمس هل له علاقة بحجم الجسم ومدى كمية الجلد المكشوف على الجسم على الشمس بالنسبة لكميته مثل الطفل الرائحة على الحضاني لأول مرة 40% يعني عند الركبة وعند المرفق والوجه يعني أسهل عليهم رائحة كايدي يعني بكلوا لابسين الشورت بس عشان يعني أسهل زي ما قلت كل ما زاد الجسم لونه أغمى كل ما زاد أكثر 30 دقيقة يعني من 10 دقائق إلى 30 دقيقة حسب لون الجسم مع الأكل المتوازن بدون الأكل ما يضبط ولا يمتص الجسم فأنت لازم تأكل بيت سمك أجبان الأوميغا 3 بتساعد كتير الماكنيزيوم وهذا أسهل شي يا جماعة البيذام اللوز 12 حبة لوز مع الأكل يوميا بتساعد في امتصاص فيتامين دال حتى لو بتاخدوا على شكل طبعا الأوبر لا الأوبر بدخل عطول في الدم أنا أتكلم إذا بتاخدوا حبوب أو بتاخدوا طبيعي طيب دكتور قبل لها أختم معاك بس ناخذ مثل كلمة خيرة تبغي تواجهينها من المؤتمر عملنا شاركنا في تحدي دبي لللياقة وخلينا كل المؤتمر زي ما أنت شفت ومشكورين لإلك يا محمودة على التغذية الإلمية الرائعة أكثر من رائعة صراحة وشفت كيف الناس بالمحاضرين كلهم كانوا يلعبوا رياضة معنا عشان دخلنا في تحدي دبي في المؤتمر دبي للتغذية الرياضة والغذاء المتوازن أنا أضمن لك تعيش يعني طبعا العمر عند الله سبحانه وتعالى لكن أتمنى أنك تعيش بصحة اوصل لغاية مية وشوي إن شاء الله إن شاء الله لإذن الله شكرا لجدك شكرا وفا أنا اللي أشكرا أتذكر في أحد الأشخاص يعني كان يحكلمني وماشاء الله يعني واصل في الخمسة وخمسين سنة لك ما شاء الله جسمه فت ورياضي لين الحينة فيقول لي استثمر في شبابك صحيح عشان تعيش الفترة هذه وانت مرتاح موجودة شباب عندت أنتي كان عندي كان عندي خطة عائلية متكاملة من الخمسة كانوا محاجزين يناكل بس فعلا نتقدنا حقي إن شاء الله مؤتمر القادم إن شاء الله لا هي فقدت المعلومات كذلك اللي كانت في هذا المؤتمر أكيد بس دكتور رفا إن شاء الله تعبتني بريفن عيوني حاضرين نطلع فاصل طيب نذكر برقام التواصل معنا 600 صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة ولايف على نور دبي فاصل وراجعين شكرا أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي يتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 600 خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسال على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على إنستجرام طيب اعتمدت هيئة الصحة بدبي في استراتيجيتها 2016 2021 سياسة واضحة للتطوير الشامل بمفهومه الجديد طبعا يضم كل ما يتعلق بالبنية التحتية للمستشفيات والتجهيزات والبرامج والتطبيقات الذكية وكذلك التدريب ونقل المعرفة وتنمية المهارات ورافع مستوى الممارسات الطبية إلى جانب البحوث والدراسات وما يرتبط بها من تطور العلوم والجوانب الأكاديمية المتخصصة في مقدمتها أمراض تخثر الدم وغيرها من التخصصات الطبية الحيوية طبعا لأهمية أمراض تخثر الدم نظمة الهيئة نهاية السبوع الماضي المؤتمر الأول لأمراض تخثر الدم وهو المؤتمر غير المسبوق على مستوى المنطقة ومن خلاله تم تصريط الضوء على مثل هذا النوع من الأمراض التي قد لا يلتفت إليها أحد بالرغم من خطورتها وتأثيراتها الواسعة النطاق على صحة الفرد وحياته حول هذا الموضوع معانا الدكتور سلمان عبدالعزيز خصائي الأمراض الباطنية في مستشفى راشد التابع الهيئة صحة في دبي دكتور ناخذ مكالمة في مكالمة طيب صباحك الله بالخير دكتور وناخذ هذه المداخلة وبعدين نرجع للحديث عن الموت عندنا مداخلة من حمدة صباحة نور والسرور صباحة شوار دي حمدة آه أنزي ليه ما ترجع لنا حمدة ما نتكلم عن المؤتمر دكتور نرجع للحديث عن هذا المؤتمر تخثر الدم يمكن مصطلح جديد على الأشخاص الغير عاملين في القطاع الصحي ما يعرفون دكتور خلنا نعرف الناس شو يعني تخثر الدم تخثر الدم أو ما يعرف بالمصطلح العامي الجلطة وكي الجلطة تتكون بسبب ركود في جريان الدم في داخل الشرايين أو في داخل الأوردة الدموية طبعاً لما يصير ركود تتراكم معها اللي هو كرات الدم الحمراء بالإضافة إلى الصفائح الدموية ومثل طريقة اللي هو السمنت أو مع الطابوق مع الأحجار على أساس أن أنت تبني البيت لكن بطريقة ثانية لما يصير جرح في داخل الدم كرات الصفائح الدموية مع مادة الفبرين مع مواد التخثر تتراكم مع بعض أوكي وتشكل كتلة متخثرة لسد للنزيف هذا صحيح لكن في نظام متوازن في داخل الجسم يحث ويشجع على تكوين الخثرة بإضافة إلا هو منع تراكم الخثرة بعد تكوين صح هالسؤال دمنا سيسئلون يقول كيف ما يسوي التخثر طبيعيا داخل الجسم ناخذ مداخلتين وراء بعض من أبو عبدالله بعدين حمد شكلها رجعت لنا أبو عبدالله صباح الورد صباح الله الخير خف الصوت الله يخليك أبو عبدالله خف صوت الإذاعة دخيل تفضل يا سيدي السلام عليكم حكم السلام الفضل الخير والنور تفضل خوي نشكر صراحة وشي طواف ببي الوردي وشكر خاص لإذاعتكم أنتم كنتوا بالواجب أكثر شكرا لك نتواصلنا مثل ما كانت عندنا ملاحظات طواف ببي مخصوص الاشتراك اليوم لازم نشكرهم صراحة زاك الله أبو عبدالله تلكلمتنا الخميس أو الأربعة تلكلمتك الخميس الأربعة أبو عبدالله نحل شكري لكم هذه المشاركة أبو عبدالله شكرا لك شكرا لك نهارك سري وخاصة جمعية الاتحاد جمعية الاتحاد جمعية الاتحاد وفروا لنا الأشياء قبل الطواف لنا هم رعاة أصلا رائع رسول رح جداهم الله خير أبو عبدالله أصلا أحين وين تسمعينا تسمعينا من العين ولا لنبثنا أحين يوصل للعين لا الله أبو يا من العين ما شاء الله يضعتكم حلوفا الله يطول أولا شكرا أبو 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 إبو الشري أبو إبو الراشد ماشاء الله صوتكم الله ما لنصلي هنا ما في تقطع نصص كل جيد وكل ما شاء الله عليكم أعطيكم الصحو والعافية الله عافية على القناة الشعب شكرا لك يحمد عن فيتامين دال عن فيتامين دال اي وعشان الشمس ما الشمس اي الدكتورة بي عندكم اللي وياك انا مكلما عاني من هالشي انا عندي خمسة وعشرين اوكي حتى الادات طابت ثلاث سنوات اخذ اكوني حبوم مدة ثلاث شهوح اوكي انا طبعا اول بقولكم الشي انا اكلي صحي الحمدل انا من نوع السمج ما شاء الله اللحم ما قرب عليه نادرا نادرا بعد اللحم صحي ترى بعد انا اكلها من دون اه ما قال اضافات زيت ولا ملح ولا شي انا دون اي ولا شي دا عادي اكلها عادية الحمدل انا اكله صحي انا اكل المال المطاعم هذا انا مات انا في البيت اختي حمده مع البيتامين دال هل تاخذينا متواصل يعني متقطع انا اخذها مدة ثلاث شهور اعطوني وبعدين اخذي انا من اساطر برا مش اقولي تاخذي هني في الامارات يكون عندي نفس الشي يقولي ليش ما يرتفع هذا الحبوب لا تعطوني انا ماذا تسوي انا اعرض نفسي للشمس انا عمومة حركية اتحرك اقعد في الشمس شكله كله في الشمس الحمدلله وما قالت اللي اخذ شورت مال واضح اختي واضح طيب همار الكتب الزين يقعدون طبعا على الجلد الانسان اللي يكون ابيض يقعد زيادة ولي يكون اسمر يقعد زيادة صح من نص ونص حمدل حمدل انا بس سبكت البرنامج لكن اباتك كل يوم تتصلين فينا منسول فياتك والله عالي يمك انا ماطلع دوم في السيارة والله اليوم صلعت عزك الله ساير اخذ اغراضي من السوق وسمعت الصلاحة وعجبني البرنامج احين امك تدري انا وين واقفة وين واقفة طال عمرك عند الزعفران يا سلام وقعديني وقعت اخلي اول اكلمه بعدين احول زين ما نسوق ونتكلم في تلفونت شكرا لك اختي حمدل اجابت عالسوال فالش طيب ان شاء الله هلاء على الكروسرون هلاء على الكروسرون طال عمرك انا لدي كله اقلي صحي ليس مطايع يعتدر انا عندي احين تقريبا مئتين وخمسين انزين تخضين دوا بانتظام كروسرون تخضين دوا الكروسرون لا يمصع بره واشي رضحة طوي يقول لي ما لك تخضين الدويات بس امشي ان شاء الله فالش طيب اجابت عالك انا متكسلان في المشي ما اقول لي لكن بروشي اشتغل ما عندي خدر بروشي اشتغل ان شاء الله اختي حمد تسمعين بس هذه الكروسرون احين انا شا سوي في احين تقولون كلوا بيذام وكلوا مدرش وكلوا مدرش ان شاء الله يرفع الى الدالة وينجر لكروسرون احين يبقى نشهم السيادة مزي ما تخبرت الدكتورة الحين احين دي مشكورة مشكورة ما قصلك شكرا والله شكرا سعدتينه شكرا لك حبيبتي حمده نهارج سعيد شكرا طيب دكتور انا سامح لي لان البرنامج دائما نفتحه للجمهور لانه هو برنامجهم في الاصل فمناخذ احمد 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 اختصر الله يخليك لانه ما شاء الله خدنا حمده خذت وقت البرنامج كله مميش كله سام عليكم احمد الله كيف الحال يا محمد طويل عمر انا سمعت كلام الدكتورة بخصوص البيتامين دا لانه افضل وقت من ساعة عشر لين ساعة ثلاثة احمد هو طبعا كنا حبينا لو استفاضت اكتر انه شو اوه شي انت تعرف اغلب الدوامات والمدارس هالوست يعسين في المكاتب صحي مستحيل يعني ليش ما يكون توصية للدوائر والهيئات انه في هالفترة تعمل بريك في فسحة في المدرسة حين المشكلة شكابة تلبس لبس الروضة في الدوام هالي المشكلة ها احمد يعني انا ما اتكلم بس للطلاب يعني انا ولي امر وعندي عجالي يعانون من نقف فيتامين دا وانا اعاني منها انا لانا شاية للغدة الدرقية وعندي فيتامين دا يقولون من الساعة عشر لين ساعة ثلاثة ازيل المدارس كالها في الوقت في الصفوف الا فترة الفسحة فترة الفسحة بعد يالثين فضلة واضح هذا الشيء الثاني بالنسبة ل المدة هل هي يوميا مطلوبة او مرتين في الأسبوع لو كانت مستفيدة مستفيدة في الموضوع الشيء لخير مورا الجامع هل ينفع لا ما ينفع لا ما ينفع ما ينفع هذي مجرد هالتفتارات اذا احبيتو تردو عليها شكرا لك جاوبي على الاسئلة السريع دكتور احمده بجاوبي على الاخت حمده اخت حمده اخت حمده الكوليسترول الكوليسترول لازم تأخذين دوا اذا ما تلتزمين بالنظام لازم دوا مع نظام غذائي دكتور سلمان موضوع الكوليسترول لا علاقة بحجم الشخص اذا كان سمين او ضعيفة لا لعلمك الضعف كوليسترول اعلى من المتان كيف كالكوليسترول طبيعي نرجع للحديث عن هذا المؤتمر بنتكلم بشكل سريع دكتور شو هي اهم الامور اللي دارت حول المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كان المؤتمر نعقد للامارة الاولى في الامارات العربية المتحدة في امارات جبي وفي المنطقة كامل كان على مستوى راقي جدا وكان علامات النجاح مميزة فيه اول انجاز هو تشرفنا بالافتتاح بكلمة من معالي مدير احمد القطامي اولا هو اشار الى مستول الاهتمام بهذا الموضوع ان يجب وضع العدسة على هذا الموضوع بصورة اكبر وبصورة مستمرة لان تخطرات الدم من التخصصات الجديدة اللي الان اصبحت شاملة لكل اجزاء الجسم اذا كان في خطرة موجودة في الدماغ او في القلب او في الاطراف او في داخل الكبد او في داخل الرئة صار تخصص واحد لكن تخصص متعدد ويتفاعل مع جميع التخصصات او السبس بشالتيز اللي موجودة داخل هيئة الصحة الامر الثاني ان كان عندنا الضيوف اوكي كان انطباعهم جدا راقي خصوصا المتحدثين اللي كانوا ضيوفنا من خارج الدولة سواء المملكة العربية السعودية او من ايطاليا او من ملايات المتحدة الامريكية حتى الضيوف اللي كانوا موجودين كحضور اوكي كان شيء انا بعثني على بعث السرور فيني وكانت طاقة ايجابية بالنسبة لي كان فيه ضيف عندنا ياي من استراليا اسمع المؤتمر وهي على طول على اساس يحضر المؤتمر ممتاز الله يعطي الصحة والعافية 14 ساعة سفر من ضمن المواضيع الايجابية اللي اتناقشت في الداخل المؤتمر اذا ممكن تسمحوا لي اللي هو مبدأ الـ او الفريق الجماعي اللي ممكن حدد مسار كل حالة تصاب بانسداد شريان الرؤوي بسبب تخثرات صحيح هذا كونسبت جديد بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية بوستن في ماس جنورال هوسبيتل فأصبح اللي هو اي حالة تصاب بهذا الشيء اللي هو انسداد الشريان الرؤوي تناقش على طريقة اللي هو الفريق الجماعي استاذ محمود انت برشلوني برشلوني تشتغل نظام تيكي تاكا فريق جماعي لكن مدريدة حين قاموا مقلدون علينا في الفترة الأخيرة ما في حد مدريدي في الاستوديو ما في أحد الحمد لله زين فالعمل الجماعي يولد نتائج أفضل اللي هو القرارات الفردية هذه ممارسة أيضا موجودة في في الهيئة بشكل كبير الدكتور نلاحظ أن هناك حتى فرق يتم تشكيلها لعلاج الحالات أو إجراء عمليات انا شفتها في مستشفى راشد في الطوارئ الدكتور الحالة لما توصل في أكثر من خصائي موجود ثمان تسع ديكاتر ينقشون هذه الحالة كل واحد نفس الحالة يعجون مختلف التخصات يكون طبيب قلب يكون طبيب رأي يكون طبيب جراح يكون طبيب باطنية يكون موجود عشان يعجون من جميع التخصات فما يضع الوقت في علاج الحالات طبعا هذا توجه عالمي يحم حمود بالنسبة للطب دكتور نحن ما شاء الله الحلقة اليوم سريعة ما شاء الله شارفنا على الختام لكن أبغي أدري في وايد محاور ما تطرقنا لها لكن بترك لك الحرية في الختام كنت تحدد النقطة اللي تبغي تتكلم عنها النقطة الأخيرة وإنجاز مشرف للهيئة ومستشفى راشد أيضا إن المؤتمر هذا ترك انطباع كبير عند الحضور وإحنا الحمد لله سنوي بيكون دكتور مؤتمر سنوي بإذن الله إن شاء الله العام القادم في نوفمبر لكن أعطيك بشارة زين لأن احنا كنا مشرفين بالنسبة للهوة طريقة التنظيم طريقة المتحدثين ففي عنا مجموعة من المملكة العربية السعودية وجهت دعو لنا أن نكون متحدثين عندهم في داخل المملكة العربية السعودية فاضل بحمد عنا أقل من ثلاث دقائك بحمد صباحك ورد تفضل ممتاز 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 واضح سؤال الثالي ممتاز ممتاز طب البديل كذلك من أسلاب أساليب الإلاج في هذه الدبي الطبية ممتاز ممتاز رياضة أكثر من غيرها بالعادة ننصح بالمشي لأن أرخص رياضة لا يحتاج لبس خاص شيء أساسي للجميع ومهم جداً جداً قول ما أفلدي أي رياضة تشوف طبيب العائلة تقول لي أن أمارس الرياضة المعينة وأن نسوي لك بعض الفحوصات نفحص عنكم الركب المفاصل نتأكد أنه ما عندكم أهم شيء نفحص فقر الدم الناس اللي عندهم فقر الدم يمارسون رياضة ممكن تيوم حالات أغماء ممكن يستيوم عندهم هبوط فناقش مع الطبيب الأسرة تمارس الرياضة نسوي كم الفحص نفحصك شوي في العائلة نتأكد أنك لائق وممكن تتوكع علىه تمارس الرياضة كل يوم خمس سيارة في الأسبوع طيب الطب البديل الطب البديل نحن عندنا أعتقد دكتورة أكثر من حد كان يقول هاتوا طب البديل المشكلة نحن ما في دراسات كافية على الطب البديل عشان دخلك منظومة علاجية جميل يمكن عندنا نحن عيادة الأوزون موجود الأوزون فراشة الأوزون موجود وعندنا الدكتور أحمد الجزيري بعد ما شاء الله عليه يعني متخصص في هذا المجال ما نستضيف إن شاء الله مستقبلاً وما نتعرف على الخدمات التي تقدم من ضمن هيئة الصحة في هذا المجال عموها وائد رسائل ووائد أشياء كانت موجودة معنا ما لحقنا نقراها حلقة سريعة جداً كانت اليوم دكتورة معنا يوم الأحد لكن نزام الله خير على التفاعل من قبل الجمهور في الختام نتوجه بالشكر جزير حق ميرا الإغفلي شكراً لك ميرا شكراً لك دكتورة ندا شكراً لك بنوح أيمن سرحيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر